بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطلاب كلية العلوم قسم الأحياء نكمل الكلام في شعابة الحبليات أو فيلم كورداتا وشعابة رأس الحبليات اللي هو صف فيلم سفال وكورداتا ونهارده هنتكلم في الجهاز العصبي نيرفل سيستم الجهاز العصبي في أي كائن بيتكون من ثلاث أجهزة أول حاجة جهاز العصبي محوري وده اللي بيمر في محور الجسم النهارده هنتكلم على الجهاز العصبي نيرفل سيستم والجهاز العصبي إذا ما نتعرفين بتكون من ثلاث أجزاء أول جهاز اللي هو الجهاز العصبي المحوري وده يمر في منتصف جسم الكائن وأي حاجة بتمر في جسم الكائن أديها في المنتصف يعني هيبقى إيه في منتصف جسمك هيبقى أول حاجة تلاقي جمجمة جواها في جواها المخ ويمشي في عمود الفقري بتاعك هيمشي في إيه؟ هيمشي في الحبل الشوكي طيب يبقى الجهاز العصبي المحوري بسموه central nervous system central أو المركزي central nervous system جهاز عصبي مركزي أو محوري يبقى ده اللي في مركز الجسم بعد كده ليطلع من المخ وليطلع من الحبل الشوكي مجموعة من الأعصاب يشكله مع بعض جهاز اسمه جهاز العصبي الطرفي اللي بسموه البريفرال peripheral nervous system هذا الجهاز العصبي nervous system لول بريفرال الطرفي عبارة عن مجموعة من الأعصاب الشوكية والمجموعة من الأعصاب المخية بده عصاب مخية اتنين عصاب شوكي الجهاز العصبي المركزي أو المحوري عبارة عن مخ وحبل الشوكي طيب الجهاز العصبي الطرفي الأعصاب اللي بتخرج من المخ والحبل الشوكي اللي بيزي تخرج من المخ بسموه عصاب شوكية مخية واللي بتخرج من الحبل الشوكي بسموه عصاب شوكية spinal nervous spinal nervous يعني عصاب شوكية وكرينيال نيرفس لأنها بتخرج من منطقة كرينيوم أو المخ يعني بسموها كرينيال نيرفس ليش مال العصاب المخية؟ عشر أزواق من العصاب لهم عدد ثابت عدد ثابت فين؟ في الكائنات اللارهليات في اللارهليات هم اللارهليات اللي هم البرمائيات والأسماك يعني الرهليات نكلم على بتفصيل بعد كده هي الكائنات اللا لا تحتوي على غشاء الراهل اللي هو أول غشاء بسموه الأمنيون اللي هو بيحيط بالجنين اللي هو بيحيط بالجنين الرغشاء ده لو موجود يبقى ده بسموه رهليات طب لو هم مش موجود يسموه اللارهليات اللارهليات اللي هم أن أمنيوتا أن أمنيوتا وهم عبارة عن إيه؟ الأن أمنيوتا عبارة عن برمائيات والأسماك لكن عددهم كام؟ 12 زوج فين بقى في الرهليات اللي هو الأمنيوتا الأمنيوتة لهم الرهليات دول فيهم 12 زوج من العصاب المخية وموجودين فين في الزواحف والطيور والسيديات يبقى جازر عصب الطرف يتكون من عصاب مخية وهي 10 أزواك في نقط مثل نقط ونقط في الرهليات الرهليات مثل البرميات والأسماك و12 زوج في نقط في الرهليات مثل الزواحف والطيور والسيديات المجموعة الثانية من عشان تكمل جازر عصب الطرفي وهو الأعصاب الشوكية وهذه أزواج متكررة بطول الحبل الشوكي هي إما غير مختلطة يعني مفيش ميكسد يعني هتلاقي مثلا حبل الشوكي كده يخرج منه الجزر الظاهري والجزر البطني والاتنين اتحدوا مع بعض والشكل ده يجولوا عقدة عصبية كده يبقى ده عصب ميكسد خليط مختلط يبقى الظاهري مع البطن مختلط لكن ده غير مختلط فين في السهيم لكن مختلط في الايه كلب الايه البحر او الدوكفيش والحيوانات الايه الاخرى المتقدمة طيب بعد كده يبقى فيه جهاز العصبي الزاتي وهو بسموه Autonomic Nervous System Autonomic Nervous System الجهاز العصب الزاتي ده هو برضو مجموعة من الأعصاب المخية والشوكية معاً يكونه جهاز العصبي السنبتاوي ويكونه جهاز العصبي الجار سنبتاوي الاثنين دول الواز سنبتاوي والجار سنبتاوي Antagonistic يعني ضد بعض ده يرفع ضربات القلب ده يقلل ضربات القلب ده يوسع حدقة العين ده يقلل حدقة العين لكن في الآخر Compromise يعني متوافقيني هما Antagonistic في الأداء لكن Compromise في الـ Function يحافظ على أن الوظيفة تؤدى بالصورة الطبيعية الجهاز العصبي وعضاء الحسسسنس أورجانز أول حاجة نشوف الحبل العصبي وأنه يمتد الحبل العصبي لولنيرف كورب المجوف لازم يكون مجوف أو لازم يكون مجوف ده صفة من صفات الحبلية أن الحبل الزهر يكون مجوف يكون فيه قناة مركزية طيب أنا لو قلت لك ده هو أنبوبة كده وانتفخت لجوة شوية كده وبعدين امتدت للخلف كده ده قناة مركزية ده الأنبوبة إيه العصبية ده اللي هو إيه الحبل الشوكي يبقى ده الحبل العصبي أو الحبل الشوكي مجازا يعني منتفخ للداخل جزء كده بس مش من الخارج للداخل كده بيسموه حوصلة المخ حوصلة المخ في الآخر هتلاقي فيه القناة المركزية يمتد بقيته بقى المنطقة اللي بعد كده منطقة الأمامية مجازا هنقول عليها الحبل الشوكي لكن هي عبارة عن أمبوبة لأن ما فيش تدخم في الأمام بالدرجة الكافية على جانباء الرأس في المنطقة الأمامية زوج من الأعصاب المخيبة هنا عزل الأعصاب المخيية اتنين احنا قلنا عددهم عشرة أو اتناشر عشرة فين في الرهليات زي البرميات والأسماك واثناشر فين في الرهليات زي الزواحف وطيور وساديات لكن هنا في الدرجة فيش كام اتنين زوج من الأعصاب المخية دي سفى برضو مهزة لي تخرج مين من المخ؟ الزوج الأولاني اللي هو الزوج الأول هو أعصاب بسموه الأعصاب النهائية بسموه Terminal Nervous ويخرج من نهاية المخ الأمامية يبقى خرج من منطقة ده والمنطقة ده طبعا ده بوصل لأحسيس ويستقبل أحسيس من منطقة المخ الأمامي الزوج الثاني من العصاب هو الزوج الثاني يخرج من السطح الظهري للمخ بالشكل ده واحد هنا وواحد برضو هنا من نحن دي في الناحية الظهرية والرسمة دي هتوضح لك المنطقة اللي أنا بتكلم عليها ده العصب المخي الأول هذا الزوج واحد هو والزوج الثاني هو اللي هو من ناحية الزهرية خارج العصب المخي الثاني ده الانتفاخ اللي بقول عليه اسمه حوصلة المخ من الداخل ودي القنال المركزية هتلاقي في الأمام كده بقعة عينية دي الجزء اللي هي الأمامي ده وتلاقي على ناحية البطنية هتلاقي فيه بقعة عينية خلفية ضامرة زي ما انت شايفة كده صغيرة جدا وبعد كده يخرج منه مجموعة من الأعصاب الشوكية الزهرية والبطنية طيب نرجع تاني نكمل ايه كلامنا ونقول يخرج من الحبل الشوكي عدد كبير من الأعصاب الشوكية المزدوجة خلاص مزدوجة يعني ايه يعني زوج ظهري وزوج بطنية متبادلة وتماثل القطع العضلية تماثل يعني عددها العدد القطع العضلية في العدد يعني وتخرج على جنبية الحبل الشوكي جزئية من جزئية الجزء الظهري والجزء الايه البطني يبقى فيه فرع كده بطني وفرع ظهري وفرع ايه بطني بقى ده زوج زوج من الهو هكذا ظهري وفيه ايه بطني يخرج العصب الظهري بواسطة جزر ايه واحد لكن ايه ويغز الجلد والعضلات الايه العرضية الممتدة في جدار الامعاء وجدار الباو يبقى ده المكان بيغز فيه الجلد والعضلات العرضية الموجودة فين في جدار الايه الامعاء ويه الجدار الباو لهذا اعتبر العصب الظهري ده حساس ومحرك في وقت واحد يبقى هو بيغز الجلد وبغز العضلات غز الجلد ممكن يستقبل الاحساس الخارجية وبغز العضلات فممكن يسبب للعضلات ايه حركة وبالتالي ده يسموه حسي حركي يبقى نوع سينسو موتور يعنى ده نوع العصب الظهري اول حاجة هو عبارة عن ايه قطع واحدة ده بيغز ايه الجلد والعضلات الموجودة في جدار الجلد وجدار الأمعاء وكلام من ده طيب ده بيستقبل أحاسيس بيستقبل أحاسيس بيستقبل أحاسيس بسبب حركة بيستقبل حركة يبقى ده على طول حسي إيه حركة سينسو موتور بيدا ما يخرج العصب البطني البطني بقى من حياة البطنية هتلاقي عبارة عن إيه مجموعة من الأعصاب يبقى عدة جزور يبقى تاني كان جزر واحد عدة جزور ويذهب إلى القطع العضلية ولهذا فهو محرك فقط يبقى ده بيروح فين للعضلات بس لكن ده بيروح فين للجلد والعضلات عشان ده حس حركي أو حساس ومحرك لكن ده محرك فقط يعني ده حركي فقط يبقى لو أقول لك العصب البطني تقول له حركي لو أقول لك العصب الظاهري للعصب الشوكية الظاهرية تقول له ده حسية حركية نتكلم بقى على أعضاء الحس وعضاء الحس هنا بسيطة جدا غير حسنا للتكوين أول حاجة العين بأعضاء الحس مثلا متمثلة في بقع عينية eye spot اللي هي المنطقة الموجودة الأمامية في جزء الأمام المخ ودي خلايا صبغية حساسة بس للضوء لا ترى يوجد بقع عينية برضو بداية primitive eyes اللي هي الجزء التحت العنحية البطنية من الحبل الشوكي مكان حول النقطة الموجودة دي نشايفها التحت الجزء ده برضو حسية يؤد بعد كده ده كل أعضاء الحس هتلاقي فيه بعد كده حفر شمية ودي موجودة عن ناحية الجزء صغير كده عن ناحية الأمامية لبنطقة الجسم الأمامية حفرة شمية على الجنب الآيسر للجزء الأمامي للجسم وده بالشكل البسيط للحبل العصبي او الجهاز العصبي الموجود في السهم الجهاز اللي بعد كده هو الجهاز الإخراجي من عملية الإخراج الحقيقة الجهاز الإخراجي هنا جهاز بسيط جدا وقلنا طبعا ليه؟ قلنا عشان نظرا لغياب القلب ما بيدخلش الدم بس درجة كافية فضغط الدم من خافض فما فيش قلب وما فيش كده يتكون الجهاز الإخراجي من زوج من النفريدات المتكررة يعني زوج الناحية دي وزوج الناحية التانية والتي تحتوي على خلايا لهبية تقع على الجانب العلوي للبلعوم ويفتح سقب النفريدة على العرض الخشومي السنوي ويحدث الإخراج بعملية الانتشار هذا سقب النفريدة سقب النفريدة تفتح فين؟ العرض الخشومي السنوي العرض الخشومي خشومي السنوي طب ده موجوده فين ده؟ ده موجود على العرض الخشومي الـ A الابتدائي أو الأولي يبقى جسم الـ A النفريدة نفسها موجود على العرض الخشومي الابتدائي لكن الفتحة بتاعتها سقب النفريدة يقع على العرض الخشومي السنوي متكررة متكررة بعدها بعدد العرض الخشومي الموجودة دي طيب هي عبارة عن تجويف نفريدة بيفتح فيه خلايا لهبية بتقوم بعملية الانتشار وتاخد المواد الاخراجية من الدم وتصبها في النفريدة أو التجويف والتجويف بيصب البعد كرة يخرج منه عن طريق سقب النفريدة إلى البهو المحيط بها إلى سقب البهو إلى خارج الجسم يتكون من أنبيب دقيق لأن النفريدات تقع مكابل الفتحات الخشومية الأولين يبقى مكانها في الفتحات الخشومية الأولية وتماثلها في العدد توجد النفريدات في الجدار الظهري لتجويف الآيه البطعانحة الظهري النفريدة لأنفريديوم جامعة نفريديا عبارة عن أنبوبة ملتوية توجد فيها عدة انتفاخات أعورية أنا مفتوحة بس في التجويف النفريدة تسمى أجسام النفريدة هذه تبرد في السيلوم التجويف المحيط بها ويحيط كل منها مجموعة من خلايا صولجانية الشكل خلايا صولجانية الشكل بتفتح فين في النفريدة وهكذا وهكذا طيب هنا دي الخلايا اللهبية اللي بالشكل ده وليه قناة الرفاية بتفتح في تجويف النفريدة تتصل هذه الأخيرة اللي هي التجويف ده بتجويف النفريدة عن طريق ايه؟ عن طريق أنابيب دقيقة لأنبيب الصغيرة دي ويبرز فيه تجويف النفريدة في النفريدة المواد الإخراجية التي تتجمعها الخلايا الصولجانية وتتجمع فيه تجويف النفريدة خلاص هتصب فيه المواد الإخراجية بالشكل ده ثم تخرج منسوق النفريدة زي ما قلت لك في السلايد اللي فات ويلي بيفتح فيه الإيه مقابل العوارض الخيشومية السنوية يبقى الفتحة فين عند الإيه السنوية لكن هي ما كانها فين في العوارض الخيشومية الإيه اللي ابتدائي تمر المواد الإخراجية مع طيار الدم أو طيار الماء من تجويف البهو إلى سقب البهو حيث لا يوجد إيه لفسهم قنوات إخراجية طالما ما فيش قنوات إخراجية يبقى برضو ما فيش قنوات تناسولية زي ما نقول الوقت بالإضافة إلى هذا فإن النفريدة زي نفريدة يتصل بها طبعا عماية دموية عشان تبدأ تاخد منها عن طريق عملية الدفوجن أو الانتشار يبقى هنا عملية الإخراج بتقوم بعملية الانتشار الجهاز التناسولي آخر الجهاز هو نتكلم عليه الجنس هنا من فصل يعني يا إما ميل يا إما في ميل ولو يمكن تمييز الزكرة عن الأنسة من الشكل الخارجي برا كده ما تشوفوش لازم تحت الميكروسكو يبلغ عدد مناصر 25 زوج يعني 25 نحيا دي و25 على الجانب الأخر تبرز في تجويف البهو على جانبي البلعوم والجزء الأمامي للأمعا طبعا نشوف الرسم الوقت لا يوجد في السهم قنوات تناسلية ما أنا قلت لك ما فيش قنوات إخراجية بالتباعية ما فيش قنوات تناسلية وعندما تصبح المناسل في حالة ناضجة تنفجر الطبقة الطرقية السيلومية التي تحيت بكل منها المنسة ليعني الموجود كده سواء كان بقى إيه مؤنس أو مذاكر يعني سواء كان مبيض أو خنسة أو خصية طيب لما تنفجر تطلع منه إما تكون حمالات مناوية على حسب لو هو ذكر أو بوضات لو هو أنسة وبعد كده تطلع بأنه يوجد في حمالات مناوية لما يوجد في استهيم في البهو وامتجويف البهو الفتحة البهو تطلع بlands المناوية الى تجويف البهو حيث يحملها طيار الماء الى خارج الجسم ويحدث الاخصاب في ماء البحر طالما يحدث الاخصاب في ماء البحر يبدأ اخصاب خارجي بسمه external fertilization عند اندماج طبعا البيضات او اتحاد البيضات مع الحيوانات المنوية ويحصل التلقيح البيضات يعني تبقى ببيضات لقاحة وزيجة وتبدأ يكون الكائن ده المناسل اذا ما تشعبه كده تبقى يعادلة 25 بتبقى مجدرة في منطقة البلعوم تمتدل من منطقة الامعاء 25 زوج يعني 25 على الجانب هذا والجانب الاخر ده قطاع في منطقة البرانكيا الريجون في منطقة الخاشيم ده فتحات الخاشومية هنا اللي انا عايز اكتركز عليه ان ده الميل جوند وبقى عبارة عن زي يعني منقط شوية كده هو المناسل هنا وهنا لكن المبيض هنا بيبقى عبارة عن زي الجيوب كده بالشكل ده ويبقى برضه على الجانبين لانه احنا قلنا 25 زوج على الجانب الجانبي ايه السهم ده الفيميل وده الميل نعرفه تحت الميكروسكوب لما تلاقي عبارة عن جيوب كده بالشكل ده يبقى ده على طول الفيميل لكن لو لقيته عبارة عن ايه نقط كده زوجة تحت الميكروسكوب تعرف ان ده الخصية وبالتالي يبقى ده الميل وده الفيميل السهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة